حث الرئيس الفرنسي منول ماكرون إسرائيل على تجنب المزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران وقال ماكرون إن تهران ردت على ضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة مشيرا إلى أنه سيجري محادثات اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو وأن بلاده على اتصال أيضا بدول أخرى في المنطقة لتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر